اه سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم اصحابي عاملين ايه انا احمد شيطو والنهاردة كده اطلع اتكلم معكم او ان داردش كده حوالين تطبيق موجود على ترفوات الاندرويد التطبيق ده يا جماعة برغم من اهميته الكبيرة ولكن اعتقد ان في ناس كتيرة جدا ما تعرفش حاجة عن التطبيق ده بالرغم ازا اقول لكم ان هو مهم جدا تطبيق ذات نفسه في حد ذاته ملهوش وظيفة يعني هو مش هتنزله عشان تستخدمه في حاجة معانا هو يعملها لك لا ولكن هو تطبيق مساعد هو تطبيق انت بتفعله عندك او بتشغاله عندك عشان يعني يخدم على برامج تانية مثال مثلا انا من فترة قريبة كنت عامل طريقة كده او شرح ازاي تاخد من التطبيقات او من حتى صفحات الانترنت اللي بتمنع انك تاخد زي مثلا برامج جماعة بتاعة البنك مثلا تلو عندك بتاع بنك وجي تاخد هتلاقي بيقولك ممنوع مش مسموح لك ان تاخد فالتطبيق ده يعني بيسمح لك بقى انك تاخد فهمين الفكرة جماعة فهو بيستخدم في برامج كتيرة جدا يعني كنت شرح برضو برنامج تاني قريب ازاي تاخد باك ابل حاجات اللي موجودة عندك على التليفون برضو كان البرنامج ده كان يعني كان بيساعد ان التطبيق ده يشتغل كويس فالتطبيق ده هنتكلم عنه النهاردة هنشوف ازاي نفعله عن طريق البي سي او الكمبيوتر او كمان الطريقة تاني انه تا ممكن تفعله عن طريق المبازة نفسه فده بقى شرح الناردة ان شاء الله تابع معي الحلقة لحد الاخر التطبيق ده مفيد جدا 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 حاولوا تستفيدوا منه يا شباب فبدو ناغي كتير يلا بينا عالشار اه طبا يا جماعة جاتوا بعد الانترو كالعادة نخش اعطوا في موضوع الحلقة طيب بصوا يا شباب انا وستطرقوا التليفون بتاعي اللي زود انتراف تحت عندك جوجل بلاي البرنامج وهو اسمه شيزوكو عمش بقى هو برنامج ياباني ولا اي يعني عماتا البرنامج ده مجاني طيب لما هتنزل البرنامج وهتقول له هنا كده اوبن اتلاحز كده بيقول لك هنا هو شيزوكو is not running طيب نشغلو بقى ازاي او نفعلو ازاي ركزو معي يا شباب نازل بقى هنا دلوقتي كده هتيجي عندك هتفتح او اي مصفح عندك يعني وهتيجي عندك في جوجل وتكتب كده ازاي الكلمة اللي زهرة قدامكو حالا هنا دي كده وهتخش عندك على او نتيجة بحث تخش هنا كده هتنزل بقى اكاية تقول له هنا اللي هو دول لوت فور وندوز هتنزل تحت هنا كده وتعلم على اي هاف ديت وتقول له هنا دول لوت طبعا هو هنا مساحته ستة ميجا بايت انا محمله قبل كده بشكل مسبك يعني فانا مش هحمله تاني اه متن مساحته شغر جدا يعني هنقول له هنا كده طيب لما هنزل معاك هينزل بالشاكده هنا كده هتقول له هناك ليه كلمين هتفك الضغط عنه هنا هو وهطول له هنا هتصل معاك اله هنا كده نكبر بس الدنيا هنا كده طيب لما يجي معك هنا انت في الخطوة دي هتوصل التلفون بتاعك واحنا هنوصلت انا بنوصلت بتاعي يعني بس ايه هنفطد ان انا وصلت دول والوقت طيب لما هتوصل ستريفون بتاعك اهم حاجة بقي تعملها هنا عندك على التلفون هتخش عندك على على الضابط مسلا هنا كده. وهتنزل تحت خالص اتخش على اهوت فون وهتفش بعد كده عندك على وهتيجي عندك على وتلغط عليها بتاع مسلا بتاع سبع مرات او حاجة كده. هيطلب منك هنا بعدك انك تحط البصورد بتاعك. بعد ما هتحط البصورد اعمل باك. ارجع كمان كده. هتلا عندك خلان زر تحت اسمها هتخش عليها هنا كده. وهتنزل تحت هتفعل حاجة اسمها تمام كده يا شباب? فده حاجة مهمة جدا. طيب بعد ما فعلنا الكرام ده كله هتسيب تلفونك برضوك متوصل عادي وكل حاجة. هتنزل هنا دلوقتي كده. تيجي عندك هنا بقى هتلغط على شفت في الكيبورد وتامي وتقول له هنا كده هتلاقي زار معانا تحت هنا هو. طيب كل هتعمل له هنا ايه? هتقول له هنا كده بعد كده بعد كده بعد كده واضحة كده يا شباب. بعد كده هتقول له هنا هتلاقي خاصة كده قدام جاب لك كلمة بقى كده كل حاجة عندك شغلة تمام ووصلة تمام. طيب بعد كده انا في اه امر هسيبه لكم فيه نضغوا الوصف. افتحوا كده التيكس ده هنا كده. هتلاقي الامر ده. هتاخدوا الامر ده كده كله هنا كده. وهتنزل ده هنا كده. وهتيجي هنا عندك على النافذة دي. اما بس كلمين بس كده بمناوس. هتلاقي نزر عطول لوح. هتقول له بعد كده هنا. خلاص هو كده خلاص خلاص كل حاجة. مش عايزين منه اي حاجة ولا حاجة خلاص. هنا بقى افل دي. ممكن خلاص تفصل التلفون بتاعك كمان من الكمبيوتر. طب هنجي بقى كده نفتح برنامي شزوكو تاني. ادي البرنامج جوت. هبص يا جماعة قال لي خلاص كان في الاول بيقول لي نوت راننج. ده وقت خلاص بقى راننج. خدوا بالكم في ناس ممكن تصالها هنا كده زي رسالة كده باللون الاحمر. دي بس الناس اللي ما معهم او بيبقى بيعملوا يعني كده او خطوة كمان اضافية. بس اه سهلة خالص يعني هيتلاقي كده هكتبلك تحت زي هلب مية او حاجة هتلغط عليها. هيدخلك على في بردوك حاجة كده انت لازم تفعلها في ده بس يا جماعة الكلام ده لناس اللي معاها توفرات اوبو وان بلاص. انما سامسونج واوي اي حاجة تانية هتلاقي ادينا شغالة معك. تمام. طيب بس في معلومة يا جماعة مهمة جدا. انا دلوقتي لو عملت للتلفون بتاعي. شزوكو ده هيجي يعني وجيد فتحت البرنامج ده بعد كده هيقول له ربي يا عمي شيتو وانا بقى كل ما هرسل التلفون هعمل كل الخطوات دي تاني واجهة واصل بقى التلفون بالكمبيوتر اعمل حاجات دي كلها تاني. هقول لك لا طبعا هنه هسيبك يعني شيتو لديكم فلا خوف عليكم. انا هوريك دلوقتي ازاي تفعل شزوكو ده عن طريق التلفون زيت نفسه من غير بقى ما توصلوا بالكمبيوتر ولا اي حاجة خالص. طيب انا يعني هعمل للتلفون وارجع لكم تاني عشان اخليها ان هي يعني ونشوف مع بعض ازاي نفعلها عن طريق التلفون فقط. اه طب يا جماعة ورجعنا تاني بعد اعملت للتلفون. طيب انا لو جيت حالة او زي ما قلت لكم لو جيت فتحت البرنامج هيقول لي خلاص ان هو هو ده ليه ده عشان انا عملت طيب افعله بقى ازاي عن طريق التلفون زيت نفسه. هو هنا بيقول لك وبقول لك على اندرويد حداشر واعلى يعني انت ممكن تفعل اللي هو البرنامج ده عن طريق طب هنعمل الكلام ده كله ازاي. بصوا يا شباب انتو هديقوا عندوك على كلمة دي اضغط عليها هنا كده. هتلاقي كده هجاب لك فوق هورسالة بيقول لكم ان هو بيبحث عن جهاز يعمل عنه كده. طيب سيبه زي ما هو انزل تحت بقى عندك هنا كده وخش عندك على الضبب. هتخش عندك على وهتنزل عندك لحد ما تلاقي اللي هي هتفعلها هنا كده. وهتخش عليها. وهتقول له هنا اهو. اللي هي الخطوة التانية ده. اضغط عليه هنا كده. اه بص يا جماعة زيال لك هنا اهو تلتمية وعشرة واحد اتنين واحد وقال لك هنا فوق بيقول لك هنا ان هو لأ حاجة. اقول له هنا اهو انتر كود وهندخل الكود اللي هو ده. اللي هو تلتمية وعشرة مية واحد وعشرين. هتيجي هنا كده تقول له اهو. هتقول له تلتمية وعشرة مية واحد وعشرين. وهتقول له هنا خلاص هو كده اهو بيقول لي خلاص ان هو اللي هو عمل خلاص بنجاح يعني. هنرجع بقى للبرنامج تاني هنا كده. ونعمل هنا كده. ونقول له هنا. هو هيعمل كده حاجات مع نفسه. سيبه ما تجيش جانبه ولا حاجة خالص. اه بص يا جامعة. بوم. شزوكو. خلاص. فانت بقى مبقيتش خاص محتاج انك تعمل الموضوع ده عن طريق الكمبيوتر. انت بس ايه موعد اي رستارت يعني? هتخش تفعله عن طريق التليفون زي ما انتوا شايفين كده يعني. فبس ده كان موضوع حاجة النهاردة. او الشرح النهاردة. لو الشرح عاجبك وطلع كده كان مبسط وسهل بالنسبة لك. فارجوك انا ما تنخلش عليا باللايك كومنت جيميل زي كده. اشترك في القناة انت مش مشترك. فازر الجرس ويا بس كده يا شباب.